دل ضعفة ولو ما ضعفة السلغير فينا السلغير فينا واتلع عليه من بأنوح إذ قال لقومه يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاكم ثم لا يكن أمركم عليكم غم ثم اقضوا إلي ولا تنظرون هود عليه السلام إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ من آصيتها إن ربي على صراط مستقيم أن نازل عكرون نازل غضبون نازل غضبون نازل غضبون نازل غضبون نازل غضبون نازل غضبون العظم ما أغنعت ملك الله كل ما أغنعون يقولوا للناس نادون في الشدائد ألجأوا لنا إذا كنت في هم وغم وكربتي فناجري أيا مرغني آتيك من كل سرعة أو بكل سرعة ونجيك من كل بلوتي زولي قول للناس نادوني مريدي تمسك بي عليك الله ده زول الخير تمسك بي تمسك بي كتة وين الأنبياء قال أصحاب موسى إنا لمدركون يا موسى النازل اللي حقونا هذا فرعون وده البحر قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا كلا ليه كلا العصايا قاعدة لا أنا نبي لا في سبعين من العلماء من بني إسرائيل معاكم لا إنت أولياء لا كلا إن معي ربي سيهدين ديل التوحيد خش جوا قلوب ديل عرف والله صاح مش في الشدايد الحقون وفزعون ويا أبو العباس من عيون الناس وين عيون أبو العباس همات همات أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون إلهكم إله واحد فله أسلم يا غسلم له سلم له أمرك ألجأ له اتضرع له تقول للناس نادوني أنا مريدي تمسك بي وكن بي واثقا لأحميك في الدنيا ويوم القيامة عليك الله ما كذب يوم القيامة في شيخ بيقيف ليه زول يوم القيامة وترى كل أمة جاثية زول كرعيمة بتشيل بيجث على الركب من الخوف ده بنتظر كتة بنجي كتة ويوم يقول نادو والله الله ده قوي والله قوي الناس كلها واقفين والملائكة واقفين والجن والأنبياء والرسل والأولياء والصحابة والصالحون وغير الصالحين والموقف كله ويوم يقول نادو شركائيا يا الناس لا شركت بي في الدنيا نادون نادون أنا ما مهلتكم في الدنيا أنتم ملعبت في الدنيا وضيعته ويوم يقول نادوا الشركائيا الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لبدوا طوالي لبدوا سأولينا إزعاج هنا فدعوهم يا ناسولان تعالوا عملوا رايحين طوالي فلم يستجيبوا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ الناس كانوا كانوا لهم شنو أعداء في الدنيا بكاتلك فيه أبويا الشيخ يديك عكاس طوالي ونحن عكازك جاهز إليه أو عكتفرني ببرة وحدنا معاك مش العكاز عكاز جاهز وما جاهن نشاكلك ولا جاهن ننبذك حدنا معاك نحن بننادي الله وإنت نادي شيخك أن نشوف البغلب منه نحن بننادي الخلقنا وإنت نادي لك مخلوق ضعيف زيك نحن بننادي الحي المبموت قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين براو دين نظيف يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم شت ما في شيء لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب منتظر بعدين نجيك مريدي تمسك بي وكن بي واثقا لأحميك في الدنيا ويوم القيامة والله يجير منك والله القيامة دي فيها جري جري تقيل جري قال تعالى فإذا جاءت الصاخ يوم يفره كده شرحوا لي يفره دي شنو يفره ده بمش براحة يفره يوم يفره المرء من أخيه وأمه لو البجر من أمه يجيف للدرويش يجيف للدرويش يجيف للدرويش يجيف للدرويش يقول لا يدرويش ما عليك عمنا يجيف للدرويش تعالى الليلة بدخلك الجنة باحد في رفاعة قال بدخلهم الجنة كنا بنظرس مع واحد اسم هيسم عثمان قال شيخنا اللي كانوا معاو قبل ما يعرفوا الدروي بصاح قال كانوا تابعين لي شيخ قال لنا أنا بدخلكون الجنة أبي شروع بس أبقوا معاي بدخلكون الجنة قلتوا له أبقوا شغلتكم شنو قال والله بنكتب حجبات بتكتبوا فيها شنو قال والله إي شي في راسنا بيجي بنكتبه قلنا للشيخ نكتب شنو قال أنا باركتكن أكتب أي شي قال نكتب موتر عجلة توطيها بس نديها وكاذا عقرب بس نديها هاي الشيخ طب عدين الجنة بتدخلنا هاي قال نحن عايشين على إنه قال بدخلنا الجنة زول مرت قال في الحصائصة سكن الشيخ ومشينا له قال الماسك البوابة زول ما بعرف تفاهم لكتب بس فهمه تجيب تذكرة بدخلك ما تجيب تذكرة لو سيد المستشفى بوقفك في الشمس قال الشيخ جاب عبايته ونحن ورا تعالوا خشوا بدخلك قال عمك طوالدة سبته وين الورقة تذكرة أنا الشيخ قال أنا ما بعرف شيخ ولا غير شيخ منه بجيب ورقة بس يا أنا الشيخ ذاته أي الشيخ ذاته جيب ورقة من الشيخ ذاته لكن جيب ورقة لما أنا الشيخ ذاته قال يا شيخنا قال طرده قال قلنا الشيخ المستشفى ما دخلتنا ادخلنا الجنة شغلتك ديني يا شيخ فارتقنا منه طوالي قال ما عقوله يا أخي مريدي تمسك به وكن بي واثقا ليحميك في الدنيا ويوم القيامة ويوم القيامة في زول بزبت لي زول ويوم القيامة دي كان ما في إذن بالشفاعة حتى الأنبياء ما بيتكلموا حتى الملائكة يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون كلام ما في إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا كلام فارغ مف حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما نجول الشفاعة ما طوالي بيشفع قال فأسجد تحت العرش فأحمد الله بمحامد يفتح الله عليه فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى ما طوالي بيشفع واشفع تشفع بعد جوى العذن وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى دي يوم الناس يزول نفسه وكل إنسان ألزمناه طائره في علقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها أنا ماذا رسائر بالناس كتير والله عندي مزاج أتكلم للصبح لكن بس يكفي أجماعة وعزانة للناس إنه الحمد لله لقينا رجال جزاكم الله خير